اشتركوا في القناة الوئام المجتمعي ما هو الوئام؟ هو ركيزة أساس في المجتمع وللمجتمع لقد خلق الإنسان كائناً اجتماعياً يأنس بالتواجد والتواصل مع الآخرين الوئام المجتمعي المقصود به السلام بين أفراد المجتمع الواحد في ظل قانون يسود وينظم العلاقة بين الأفراد والمجتمعات ويخضع له الجميع دون تردد أو تذمر قانون يحترم الاختلاف ويقبل الفروق ويضمن إدارة الاختلافات وهذه الفروق دون المساس بالخير العام والاستقرار والأمان وسلامة الأفراد والنسيج الاجتماعي كل ذلك من أجل الخير العام الصالح العام جئنا في هذا المساء لنتوقف عند الوئام المجتمعي في وطننا في بلدنا في مجتمعنا وهذا المجتمع الذي عرف عنه أنه يحترم أفراده ومكوناته كافة إنه مجتمع الوئام الذي يهمنا أن نحافظ على سمته الوئامية وفي الوقت ذاته أن نبقى دوما مثلا يحتذا به في هذا المساء معكم أحبتنا أرحب بأخي ورفيقي بل وتوأمي سماحة الأستاذ الدكتور حمدي مراد المفكر الإسلامي الداعية الرصين العالم وعضو مؤسس في مركز التعايش الديني في هذا المركز الذي مقره هنا في هذا المكان المبارك نعم مساء الخير يا سيدي شرفتنا يا سيدي شرفتنا أبو محمد مشهودة بمعيتكم في برنامجكم عبر قناة وفضائية نورسات التي نعتز بها ومع هذا العنوان المقدس الوئام المجتمعي وعنوان الرسالات السماوية كلها يسير وأعتقد لا غرابة أن ننهل من هذا النبع في هذه المعاني التي ما أحوج الأمة العربية والإسلامية والإنسانية إلى هذا سيدي أخذتني أنت إلى حيث نريد أن ننطلق من النقطة التي ننطلق منها الدين هو المرتكز الأعظم الذي يوفر لنا التوجيه والمحرك والدافع في خطاب الوئام وفي سلوك الوئام وهذا المرتكز مرتكز الدين هو الذي يمنعنا جميعا من التطرف من الغلو من الكراهية ما هي نظرة الدين ما هي نظرة السماء التي تتفق عليها ديانتانا نظرة السماء إلى الوئام كيف يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بوركتم يعني حقيقة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في الجانب الإسلامي ومثلها يعني تترى بين أياديكم في الكتاب المقدس لما ربنا سبحانه وتعالى يقول بفطرة ما خلقنا وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا والتعارف هو أرقى درجات العلاقة الإنسانية التي ليس فيها التطابق الكل لكن هي التي تقوم على المحبة وما فيه تطابق هو قائم وغير ذلك فيه احترام للرأي الآخر وموقفه ما دام هذا الموقف إنما ينبع من مسار المحبة والمودة وإقامة جسور العلاقة الطيبة الأسرية الاجتماعية الراقية بين الجار وجاره بين الشريك وشريكه بين الزميل وزميله بغض النظر عن هذه العقيدة السمحاء أكانت إسلامية أو مسيحية أو غير ذلك ولكن نتكلم عن عنوين ما أضف الله به على هذا العالم من نعمة في هاتين الديانتين الرائدتين عالميا فإذا نحن نتحدث عن الوئام بمفهومه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم التقوى هي مصدر كما تفضلتم ومنبع يفرز لنا ويثمر لنا عنوين عديدة فيها التسامح فيها الأخوة فيها التعاون على البر عدم التعاون على الإثم والعدوان وفيها هذا المعنى البعيد القريب الروحي الوئام الوئام هو من أعلى درجات الشعور بالآخر قلبا إلى قلب وروحا إلى روح وبالتالي سلوكا إلى سلوك بعلاقة طيبة راقية إذن الوئام مطلب وتوجيه سماوي نعم ومن خرج على الوئام هو خرج على الإنسانية والأهم من ذلك أنه خرج خروج على وصية السماء صحيح إذا كان الدين الأديان تأمرنا بالوئام بالحب الأخوي إذا كان كذلك إذن هذا الدين هو الكفيل بأن يمنع وأن يجابه الكراهية والأزمة والتطرف وخارقي الفتنة في مجتمعاتنا نعم السؤال عندما عندما ننظر حولنا في المنطقة العربية وفي العديد من البقاع في هذا العالم وجدنا أن غياب الوئام كان سببا في في كوارث هناك جرائم ارتكبت باسم الدين أين نقف نحن كرجال دين وكمؤمنين بالسماء وبالله الواحد أين نقف من هؤلاء من منظور الوئامي كيف كيف ترون دورنا الحقيقة يعني هذا المشهد مشهود في كل يوم نشعر به ونواجهه وهي طبيعة المجتمعات لكن الخطر إذا أصبح ظاهرة دائمة معنى ذلك أن هناك تقصير في أداء رسالتنا نحن حملت لواء الوئام بما أراد الله سبحانه وتعالى من مسيرة المجتمعات باتجاه المحبة والأمن والسلام والتسامح إلى صراع وإلى مواقف شاذة لا تصلح لحياة الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يعني أحسن إليك ولما خلق الله الإنسان قدمه على مفهوم الملائكة إذا كان ملائكيا يعني طاهرا القلب والروح يسمو بهذه الروح بعلاقة محبة مع الله وإذا تتجسد محبة الله في هذا العبد فيكون له خير معين بمعية وهذه المعية يعني واتقوا الله ويعلمكم الله تقوى الأدب الأخلاق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نصبح بمعية الله يعني الإنسان يبحث له عن إنسان فاضل أمثالكم لتكون المعية صالحة المسار مفيد النصيحة موجودة الحرص موجود فكيف عندما يعني يسلم الإنسان نفسه بهذه الروح السامية مع الله ليكون في معية الله وحفظه إذن نحن بحاجة ونحن نشاهد هذا النوع من الناس السلبيين الذين لم يرقوا إلى أن تسكن أرواحهم لتتحول إلى سلوك يعني نعبر عنه ملائكي أي طاهر نعم ليس منحرفا نعم والخير يعلمه الجميع والشر يعلمه الناس نعم حتى بالفطرة الصدق معلوم أنه خير الكذب معلوم أنه شر السلم مع الآخر معلوم أنه خير بدون من استشهد ولا بكتاب مقدس نعم نعم الاعتداء معلوم أنه شر ولذلك الله تعالى معظم توجيهاته الربانية سبحانه وتعالى في الكتب السماوية هي توجيه نحو فطرتنا التي أرادها لنا وقد خاطبنا ونحن ذر في ظهور آبائنا وسأل ألست بربكم فكان جوابنا وهي فطرتنا بلى شهدنا الآن هذا النوع الذي ينصرف خلاف هذا المسار نحن يجب أن نسأل أنفسنا هل نحن حملت هذا الإصلاح في دعوته ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن هل ترجمناه هل نشطنا فيه طبعا هنا عنوان عظيم لا إكره في الدين وإنما هو حوار وطني مواطني من أجل أن تتلاقى هذه الروح الوطنية الواحدة في الوطن الواحد حتى مع هذا التنوع الديني بغض النظر عن هذا المعتقد ما دام يسمو فهو سيمشئنا أم أبينا كيف نوجه بعدا آخر هل هم مثلا يملكون ثقافة معاكسة طبعا ماذا قدمنا لهم من ثقافة قابلها لتنزع فتيل ما أخذوا من ثقافات سلبية ونودع مكانها ثقافة طيبة وستجد الفطرة تلعب دورا في تحريك الإنسان باتجاه الخير على الأصل على الأصل نعم هناك وسوسات الشيطان هناك النفس الأمار بالسوء هناك القرين اللي بيساعد الشيطان هناك الشهوات والنزوات التي يعني تخرج عن مصار التوازن المجتمعي الذي يحفظ الأمن والسلامة والسلام إذن هذا الفريق الناشز يجب أن ننظر إليه نظرة عطف وليس نظرة حقد لأننا لسنا أعداء لهؤلاء نحن نشفق عليهم لأننا نعلم أنهم يخسرون الدنيا وربما يخسروا ولا نتألى على الله ربما يخسروا الآخرة والجنة وبالتالي نحن يجب أن نكون متعاطفين معهم كتعاطفنا مع المريض هذا عنده مرض داخلي هو لا يشعر به يظن أنه هو الصحيح علينا أن نأخذ بيده ونحسن إليه ونتقرب منه أكثر من تقربنا من الصالحين فالصالح قد مشى على السكة والطريق والعلاقة تبقى مودة ومحبة وتعاون في هذا الاتجاه الإصلاحي وننتبه إلى الآخرين إذن أمامنا رسالة عظيمة في كما يسمونهم ما أتكلم بالبعد السياسي بالبعد الديني يعني قوى الشد العكسي في الفكر في الاعتقاد في العادات والتقاليد السلبية موجودون في أي مجتمع نعم نسبة وتناسب وجدوا في عهد كل الأنبياء نعم نسبة وتناسب لكن عندما يصبح في مجتمع معروف أن فيه الرسالات السماوية فيه تراثه الراقي الذي لو أخذنا بجانب منه لنجونا في دنيانا فما بالك في آخرتنا يتطلب منا جهدا متنوعا ليس على العلماء ورجال الدين فحسب نعم وإنما كل مؤسسات الوطن نعم يجب أن تتناغم كل على قدر مسؤوليته وتخصصه سيدي نحن في مجتمعنا ولا نبالغ إذا قلنا أننا ودودون هذه المودة مودة أصيلة متأصلا عندما نتحدث عن وآمن في مجتمعنا نتحدث عن موروث روحي موروث اجتماعي موروث عشائري بالتالي وموروث وطني وعندما تحدثتم عن هذا التنوع في مجتمعنا هذا التنوع دلالة ويؤكد يؤكد على ثراء نعم ثراء التجربة الأردنية وعندما يخرج أحدهم ليكون صاحب خطاب أو كتابة أو يريد أن يبث سموماً في مجتمعنا سواء كان على الأدوات التواصل الاجتماعي ووسائلها أو هنا يعني واضح أن مجتمعنا يرفض مثل هؤلاء صحيح كيف ترون أن الوئام المجتمعي يصبح غاية وهدف وطريق التي التي نسلك فيها في مجتمعنا يعني لا نتحدث فقط عن أنه أنا أنشر فكراً وآمياً وسلوكاً وآمياً في المسجد وفي الكنيسة نحن في المسجد وفي الكنيسة ساعات صحيح محدودة فينا لكن بقية الوقت بقية النهار بقية المجتمع نحن مع 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 يعني أين نجد حب الله وحب الجار هنا في في قضية الوئام المجتمعي والله هذا عنوان يعني حقيقة مهم جداً جداً نعم الآن في هناك أصوات نشاز والمشكلة أنهم إما امتهنوا الإعلام بطبيعتهم لكنهم لم يسددوا سهم الإصلاح بشكل صحيح فبدل أن يكون الإعلام إصلاحاً وعلاجاً الإعلام دعوة ودعوة عظيمة ورسالة خطيرة ولا تنفك عن الرسالات السماوية جزء لا يتجزأ بل هو وعاء أوسع في حركته وتواصله العالمي ولذلك مسؤوليتهم عظيمة بقدر ما هي عظيمة وإيجابية عندما تستعمل بطريق منحرف فهي خطيرة جداً والمؤسف أن هذه النعمة التي أنعمنا الله وأنعم الله علينا بها وهي التكنولوجيا المعاصرة في وسائل الاتصال قربت البعيد هذه جلسة الآن لو كانت بدون وسائل الإعلام الحديث وأجهزته التكنولوجية الذين يسمعوننا الأحبة واحد اثنين اربعة خمسة الآن ملايين لا تعد ولا تحصى تشاهد الحركة والكلمة والابتسامة وهذه المودة والمحبة وما يجري ليس في قرية واحدة كأننا بل على طاولة واحدة ملتسقين ولذلك من هنا تأتي خطورة من نشز في وسائل التواصل الاجتماعي المشكلة أنه منبر يعتليه من يعلم ومن لا يعلم من يعرف ومن لا يعرف من يتق الله ومن لا يتق الله هذا الخطر على جيلنا الصاعد فيه خطورة لأنهم ما زالوا لم يأخذوا ويتشربوا الإيجابيات اللي كانت بالنسبة لجيلنا نحن محاطون في القرية أو المدينة بأسرتنا الصغيرة بجيراننا الأحباء بعشيرتنا وعشائرنا الأخرى يعني لا أقول مجتمع مغلق مجتمع متكاتف وسائل الاتصال بطبيعتها محدودة محدودة يعني أكبر تجمع في عرص ولا في فرح مئة إلى مئتين من حين لحين الآن نحن كل كلمة قلناها شاهدها عشرات الملايين إذن هذه تحمل هذه المواقع مسئولية عظيمة بالكلمة الطيبة إذا بخلنا بخلنا بها ما أخطرها لأن رب كلمة تترك أثرا وبصمة في قلوب كثيرين من حيث لا نحتسب نحن ما كما قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ اللهم هل بلغت اللهم فاشع نعم فنحن ننقل رسالة ربانية فيها عنوان المودة الذي نتحدث عنه وهو من أرقى هذه العنوين أين وسائل التواصل الاجتماعي سؤال من أمرين القانون وضبط القانون لهذه المؤسسة المفتوحة فإذا كنا نضبطه في أصغر المؤسسات الصغيرة ونضع له رقابة ومتابعة ومحاسبة فكيف من يقف فيتكلم مع العالم إما أن يؤذيهم فيسيئوا إليهم وإما أن يحسن إليهم فيسعدهم فكيف يمكن أن نجد وهذا سؤال ربما نتركه لأولي الأمر وأصحاب وأصحاب المسؤولية في هذا العلم التكنولوجي كيف يمكن أن ينظم ويضبط كيف توضع له أخلاقيات وأدبيات في الحدود اللي نترك فيها الفسحة وحرية الرأي والرأي الآخر لكن كيف نحيطه بأخلاقيات وضوابط متوازنة تحفظ ميزان المجتمع ليبقى متقاربا لا نشوز فيه ونشوز خطر أصوات نسمع يتكلمون أحيانا على الوطن يتكلمون أحيانا على الدين يتكلمون أحيانا على الاقتصاد وجلهم ليسوا أهل اختصاص يتكلم عن التعليم يتكلم عن الصحة يعني بتقول لك وزارة الصحة أصدرت قرار بخصوصي هذا المطعوم هذا كلام فارغ بتسأله حضرتك استشاري في هذه قولك لا والله أنا عندي دبلوم زراعة وبزرع بندورة وكذا أنا مشرف يعني مزاري طب يا أخي هذا لا دخلك فيه أمر آخر ولذلك التخصص مهم جدا أن لا يتحدث في الأمر مثلا الآن هل يوجد طبيب يمارس مهنة الطب بدون رخصة وامتحان ويكون حامل شهادة من دولة ومن جامعة معترفية لكن لازم يقيم تقييما آخر لأن أرواح الناس في يدي بين يدي كذلك الإعلام هذه رسائل وتوجيهات وزراعة في القلوب والصدور والعقول كيف يمارسها كثيرون بدون رخصة ونتكلم عن رخصة التخصص يعني الآن نحن نتكلم ببعد إيماني روحي وإنساني إنساني نعم هل يعقل أن أحضر مهندس مثلا ميكانيك طيران وهو وظيفة مهمة جدا للمجتمع نعم لكن هذا ليس موقعه نعم أو أن يأخذوني كدكتور اسمك دكتور نعم والله في المستشفى الفلاني يحتاج مختص بكرة لو سمحت اطلع داون ماذا سأفعل فيه أو العكس طبيب ننقل أنت دكتور تعالى في الجامعة في عندنا الرياضيات ناقصها بعض الأمور إذن هناك تخصص نعم بالفطرة بالفطرة لماذا بوابة الوسائل التواصل الاجتماعي فتحت على مصرعيها للخير والشر لكن للأسف دائما الشر أسهل أن يعني يطرح بسرعة ويؤخذ بسرعة ويترك بسرعة فينشئ فوضى مجتمعية في حين الحق يؤخذ فيرسخ في القلب وتسم به الروح ويعكس سلوكا رائعا في المجتمع هذا هو الفرق سيدي أنت صاحب منبر أكاديمي ومنبر ديني ومنبر سياسي ولك تجربة تجربة واسعة ومقدرة في الدين وفي السياسة وفي التعليم وفي العمل الإنساني السؤال هل نحن لنشر وتعزيز وآمنة القائم هل نحن بحاجة إلى خطاب ديني هل نحن بحاجة إلى خطاب إعلامي أين 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 نقف الآن من ما نراه من خروج على المودة من خروج على التراحم على الحب والاحترام المتبادل يخرج أحد هنا أو أحد هناك أكيد يعني إحنا بطبيعتنا كما قلنا في الأردن نرفض كل فتنة ونرفض كل صاحب سلبية سلبية في المجتمع ومن يأتي بنبأ يعني من هنا أمر هناك 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 ما يحدث أحيانا يزعج هذا الوئام صحيح كيف ترون دور الخطاب الديني والخطاب الإعلامي صحيح وفوق هذا أين خطابنا الإنساني أحسنتم مالصير يعني واضح أن موضوع الوئام هو موضوع قلبي وسلوكي في أهل واحد في القلب أنا أقتنع أنك أخي في الإنسانية وأخي في الإيمان برسالتك السماوية ورسالة السماوية وأننا أهل وطن واحد مواطنون تحت القانون وتحت وأننا نعيش قبائلنا وعشائرنا المشتركة مجتمع واحد كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مسألة الأخبار والأنباء لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ويخاطب المؤمنين أنه ما بيسير يخرج عن الخط العادل إذا جاءكم فاسق بنبأ سمى ناقل الخبر من حيث المبدأ نعم إنه فاسق يعني فسقه مش حكم النهائي نعم إنه يجب أن تنقل قبل سمعت الخبر اعتبر ناقله لك فاسق لكن لا تتهموا بالفسق نعم ليه يقول لك بدي تبحث يا أيها الذين آمنوا تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نعم وفي رواية فتثبتوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة بتسبب فتنة كبيرة نعم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لكن بيكون فات الأوان نعم نحن نرى جرائم قتل تحصل بالظن جرائم عرض يقتل عرضه على معلومة عابرة قيل أنها مع فلان أو علان أو رأينا أو ويأتي الطب الشرعي يثبت أنها بريئة مثلا نعم صحيح نحن نريد الشرف والكرامة لكن أين الرحمة معها وعاء الرحمة يجب أن لا يفارقنا كيف أنا أتناول ابنتي هذا موضوع وحده ويحتاج حلقة لكن نقول وقام الرجل مع أبنائه وبناته كيف يمكن أن يحقق بالغلظة مستحيل بالمحبة والمودة والحوار والإقناع والتعليم فهي رسالة وهم أقرب الناس إلينا لذلك الآن نحن بالنسبة للوئام هي رسالة ليس فقط رجال الدين والعلماء ولا الإعلام ووسائله وهما عنصران مهمان جدا حقيقة لكن كل فرد كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه المسؤولية تتطلب أن أي إنسان الطبيب في مهنته يستطيع أن يمارس بل هي كذلك إما أن يمارس المودة والوئام وإما أن يمارس ضدها في مهنته نعم إذن وموضعه موضعه خطير هو صاحب رسالة وئام أنت طبيب لماذا إذا دخل عن كسين من الناس ترحب به وتؤهل وإذا دخل صاد يعني نرى جبينك قد تقطب وحتى لو عالجته نعم أين الوئام مثلا في الهندسة نفس الشيء تبني لي ويبني لك ويبني للآخر ما معنى يأتي صباحا على مثلا مشروع الفلاني وهو مصرور وين وصلته ديروا لبالك وينتبهوا هنا وإلى لما يجي مثلا على مشروع ماشي ماشي الأمور يا شباب ماشي السلام عليكم أين الوئام هذه روح الوئام لأن الحرص يجب أن يكون متوازن وواحد نعم لا وجهان له له وجه واحد ليس له يعني وجهين إذن نحن أمام معاذلة معقدة لكنها سهلة جدا معقدة عندما ندخل متاهات التنازع النفسي يجب أن تبسط الأمور بسطا واضحا الأخوة والإنسانية عنوان عظيم ربنا سبحانه وتعالى سيدي الوئام يعني تعارف نعم تعارف صحيح يعني تقارب مئة في المئة يعني مشاركة صحيح يعني غياب الأنانية الإثار 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 وكل هذا لا يمكن أن يتم بدون أن نقترب هذه القربة اللي بيننا صحيح هناك من يعترض على أنه أنا أشاركك وإنت تشاركني لأنه عندنا هذا الاختلاف الذي بالنسبة لهم يبرر الخلاف بل يعني يتعدى الخلاف لكي يصل إلى إلى الصراع نعم السؤال في موروثنا الديني والحضاري والعشائري والوطني في موروثنا هناك الكثير من التراحم الكثير هذه العلاقة الواحدة نحن في وطن شركاء في التراب دمنا واحد صحيح سماءنا واحدة وطننا واحد قيادة واحدة ولهذا السبب يعني وهناك أسر تجدها نفس العائلة نعم بجدها قسم مسلمين قسم مسيحيين مثلا إذا كان عندك مناسبة أنت أين في عيدك إذا أنا ما إذا أنا ما شاركتك بعيدك وإنت شاركتني بعيدي إذا أنا ما زرتك في في فرحك أو 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 جئتك مثلا لأقوم بواجب صحيح في 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 تعزية صحيح في فرح صحيح عندما نتشارك في السراء وفي الضراء في الفرح وفي الترح نعم خلاف ذلك أنا يعني لا أرى أنه في في ويام حتى الحياة يفرط نسيجها يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء في مواقع دعوتهم لما انطلقوا لما انتقل من مكة إلى المدينة أول عمل قام به أقام وثيقة العلاقة المشتركة الواحدة الدستور الذي يستظل به الجميع على حد سواء من العدالة وأعلن الناس مش المسلمين الناس سواسي كأسنان المشتر سيدي هاي يعني ألا تعني هاي قمة قمة مش الاعتراف فقط الاعتراف وممارسة وحفاظ وحماية إنسانيتنا نعم كيف يمكن لهذه أن نكون إنسانيين يعني أو ندعي أنه إحنا إنسانيين ونخالف مثل هذه الوثيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما يقول من آذى يعني بنظرة بكلمة بهيئة نعم بحركة نعم مش بمقالة بالأيام هاي ببوست ممكن نحط بوست على ومش بصوار الرسومات نعم فإني خصيمه يوم القيامة نعم بحكي مع مين بحكي مع أي مسلم لا قدر الله يتعامل مع الآخر بإذاء ليس فيه دم ينزل نعم ولا ألم لعضلة أو شعر ولو بالحركة أو بالنظرة إماء نعم ولذلك كانت الآية تقول ويل وويل المفسرون يقولون هو أشد أنواع العذاب في النار وهو واد في جهنم تستغيثه جهنم من حره ويل لكل همزة لمزة يعني واحد يعد أمامنا هو أصلا مش شايفنا هو أروح بقول لك شوف صاحبنا هذا هذا صاحب هذه كيف سننجو يوم القيامة منها هذه معاني راقية وسهلة سهلة لكن تحتاج إرادة قلب طاهر وروح ترنو إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان إلا من أتى الله بقلب سليم قلب المحبة قلب الوئام سيدي يعني الأردن عرف اسمه واقترن اسمه بالوئام بين الأديان صحيح ونحن يعني نحن نؤمن بهذا ونعمل به وشغلتنا أيضا لكن يعني نحن لا نتحدث عن وئام فقط من منطلق من منطلق يعني العلاقة المسيحية الإسلامية نتحدث عن وئام أساسه القيم الدينية التي تأمرنا بهذا الوئام ونعيشه إنسانيا تماماً وكما هو معروف أنه جلالة الملك اختار اختار ما اختار تسامح ولا اختار كلمة قبول الآخر صحيح يقول وئام الوئام هو هذا التناغم هذا هذا التوافق بين أتباع كل الديانات بين أتباع كل الديانات نحن في وطننا الأردني نريد أن نقدم هذا النموذج المقدس من ترابنا المقدس نقدمه للآخرين كيف ترون ما حققه الأردن وبالتالي أليس هذا يعني سبباً ينعكس أثره على مجتمعنا يعني بدنا نرقى نحن جميعاً إلى مستوى ما 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 ورثناه وما تريده القيادة مدرسة الحكم الهاشمية هي التي تعزز هذا الوئام أليس في ذلك خروج على السماء وخروج على الوطن يعني سبحان الله هذه القيادة الله سبحانه وتعالى حبان بها هاشمية عربية أصيلة وحاملة لرسالة وتراث وميراث وحضارة عربية إسلامية لاحظ البعد في مطلع القرن الوحادي والعشرين نعم والعالم يتكلم عن تحليلات دامية قادمة ويتمنى أن لا تكون كذلك كما عاش القرن العشرين الحربين الكونيتين الأولى والثانية كما عاش الحرب الباردة طويلة النفس التي أيضاً أبادت ما أبادت من البشر ظلماً وعدواناً الخشية كانت من قرن الوحادي والعشرين للتطور التكنولوجي في كل شيء ومنها أسلحة الدمار الشامل وغيرها كيف كان قلم ورثة النبوة تجاه العالم في مطلع القرن الوحادي والعشرين يوجه جلالة الملك الرسالة الأولى رسالة عمان الفين واربعة ويعني نشرف بالمشاركة بمعيتكم منذ تلك الوقت وإنشاء المركز قبلها بسنة مركز الأردني لبحوث التعايش الديني لتقولاً للمسلمين أيها المسلمون هذا ديننا فانتبهوا أن تزيهوا هنا أو هناك ويا غير المسلمين إخوتنا في العالم هذا هو الإسلام ولا تسمعوا غير ذلك عن الإسلام رسالة أولى عظيمة إنسانية في العلاقة الثانية 2007 كلمة سواء كلمة سواء هو خطاب بين المسلمين وإخوتهم المسيحيين والتي استقبلها يعني قداسة البابا وكل المراكز والمواقع الدينية المقدسة المسيحية بمقاماتها هذه الرسالة تماماً هي انطلاقاً من قوله تعالى قل يا أهل الكتاب يعني إحنا وياكم مثل بعض تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم مشترك بيننا مشترك عظيم فإذن هذا كان خطاب وبالفعل لقي صداه وكنا عايشنا هذا ونحن في سفرات هنا وهناك ثم يأتي عام 2010 هذا العقد الأول من السنة عشر الأولى عشر سنوات الأولى يقدم هذا الوطن بقيادته صاحب الجلالة ثلاث رسائل عالمية تشكل عنواناً للوئام والمحبة والأمن والسلام بين أتباع الديانات لأن هذا الدين إما أن يكون رحمة أو وبال إذا استعمل خطأاً كالدواء الدواء له وصفة إذا لم يتبعها المريض تقتله وإذا اتبع وصفة الطبيب بنفس الدواء صباحاً كم وظهراً كم وعصراً كم كانت شفاءاً إذا بين الشفاء والموت هي عملية استعمال نفس المادة ولذلك الدين من أخطر المصادر للخير كله عفواً يعني أرحم المصادر للخير كله وأخطر المصادر للشر كله إذا استعمل بانحراف باسم الدين باسم الله هذه مسألة خطيرة تشكل أزمات عقدية فاسدة مدمرة ناحقة واللي نطلق عليها الإرهاب أو الترويع الذي لاحظنا جانباً منه خطراً بغض النظر عن جهات غذته بطريقة أو بأخرى شيء آخر لكن وجد مثل ذلك فعلينا أن ننتبه أيضاً لأن مقابل الوئام أي ضده هو اللاوئام اللاوئام هو عدم الاستقرار هو إنشاء تيارات تتنازع زوراً وبهتاناً تعلن عنوين حق وتنفذها قمة الباطل وقمة الدمار سيدي هناك يعني أريد أن أعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي ونؤكد على أن ما نرى على وسائل التواصل الاجتماعي يعكس أخلاق الأردنيين الذين ينزعجون لكل خطاب أو لكل كتابة لكل جملة على قلتها ينزعجون تمسوا ضمائرهم أي تإساءة بين أبناء الوطن الواحد أبناء المجتمع الواحد وتمسوا قلوبهم يعني خطابات الضلالة التطرف الجهالة الكراهية هذه هذه مرفوضة يرفضها الأردنيون صحيح ونحن نتحدث عن نشأ في المدارس في الجامعات كيف ترون وبإختصار كيف ترون دور التربية والتعليم تمام والحديث أيضا عن التربية والتعليم عن المناهج كثيرون يؤكدون على أهمية المنهج صح ألا ترون أنه المنهاج مهم طبعا لكن الأهم منه هو من ينقبون الأهم منه هو ناقله هو ناقله هذا المعلم صح يعني التأهيل على أن يكون المعلم هو اللي بيحمل المادة اللي بقدمها والله يا أخي يعني أنا أعتقد أن سنة الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نعم فبدأ بحالة المسئولية المسئولية أسرة رب أسرة أم أب ما يأتي الأولاد كيف نربي أبناءنا ونشربهم المدرسة المدرسة وعاء آخر مهم جدا كيف تكمل المدرسة هذه الرسالة وتستمر مدرسة البيت لا تتوقف وأنما تضاف مدرسة أخرى لتعين مدرسة البيت على هذا المستوى وبعد المدرسة لما يرتق العلم إلى المرحلة المتوسطة والثانوية عندنا الجامعة هذه مؤسسات بات بين الجالس على مقعد الدراسة نعم وأستاذه أمامه ثلاث أربع سنوات يصبح إلى جانب أستاذه نعم أي سينزل إلى ساحة المجتمع طبيبا مهندسا مزارعا إلى آخره جنديا رجل أمن رجل إصلاح رجل دين عالم وهكذا إذن إحنا أمام صياغة لهذا الإنسان نتحمل مسؤوليته كلكم راع وكلكم مسؤولا عن رعيته مدرسة عفوا إسرة ومدرسة وإعلام مصحوب بالقوانين والأنظمة العادلة الموجهة الضابطة نعم هذا لابد المجتمع يجب أن يحفظ نعم وهكذا يعيش المجتمع أمنه واستقراره شكرا سيدي يعني عندما نتوقف عند الوئام نتأمل نحمد الله أننا في وطن ينزعج لكل ما هو قبيح ويبارك كل ما هو خير صحيح يبقى وطننا صاحب مبادرات الخير والوئام والسلام نقول أنه في وطننا الأقلام والألسن والمنابر النزيهة كل هذا هي التي تنثر الحب وردا وترفض كل مس بالمحبة والمودة وحياتنا اليومية وعيشنا الواحد سيبقى يحمل هويتنا الوطنية حبا للسماء وحبا لإرث هذه الأرض التي تعلمنا أن نميز عطرها هذا التراب الأردني تراب معطر عطره إحنا نعرف إيش درجة إيش درجة جماله نعم سيدي أنت من فرساني هذا الوطن من فرسان الوئام بكم و يعني الجميع يعرف أنت تشاركنا بأفراحنا بأحزاننا دوما أنت حاضر أنت قدوة لكثيرين مننا و نشكرك العفو يا سيدي نشكرك شكر لكم موصول على هذا التلاقي المسبوق بتلاقي القلوب والأرواح والسلوك شكرا من أجل حياة كريمة لهذا الإنسان ولوطننا الحبيب قيادتنا جيشنا أمننا كل أحبابنا أسرة واحدة شكرا سيدي أحبتنا مشاهدين محبي عين على المشرق هذا الأردن الذي سيبقى مشرقا بهيا بوئامه وبإنسانيته وبحرصه على كرامة إنسانه طاعة للسماء وحبا لهذا الإنسان شكرا لكم شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع عين على المشرق الأسبوع القادم حتى ذلك الحين دعواتنا أخي ضيفي أخي العزيز سماحة الدكتور حمدي مراد وأنا أبادلكم الحب وإلى اللقاء شكرا الله يزالله اشتركوا في القناة